أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى نائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن الدور الريادي لجمهورية مصر العربية الشقيقة باعتبارها عمقا سراتيجيا عربيا وتاريخيا أسهمت في مناصرة القضايا العربية عبر مواقف تدعو إلى الفخر والاعتزاز مع استدعي وقوف الجميع إلى جانب مصر لحفظ أمنها والاستقرارها وتطلعات الشعب المصري الشقيق في البناء والتنمية وشار اسمو حفظه الله لدى لقاه اليوم بسعادة السيد سامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية على هامشي منتدى حوار الملامة إلى أن مصر استطاعت بإرادة شعبها أن تؤكد على تمسكها بقيامها الحضارية التي عرفها عنها الجميع مما يرفض عزمها على مواصلة خطاها نحو المزيد من التنمية والتطوير وتثبيت أسباب الاستقرار وتطرق اسموه وزير الخارجية المصري خلال اللقاء إلى العلاقات البحرينية المصرية المتميزة وما وصلت إليه وأكد على أهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات إلى جانب بحث مجمل الأوضاع في المنطقة والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتطرقا للموضوعات المدرجة ضمن منتدى حوار الملامة الذي يحظى بمشاركة دولية واسعة ونجاحه كواحد من المنتديات الدولية الهمة الذي يتم من خلاله طرح ومناقشة القضايا الإمنية والسياسية والاقتصادية التي تخص منطقة الشرق الأوسط والعمل على إيجاد الحلول والمعالجات الناجعة التي ترسخ الأمن والاستقرار فيه من جانبه أبلغ وزير الخارجية المصري اسمه تحيات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتضمنة الشكر والتقدير الصادق على ما تقدمه مملكة البحري من موقف داعم ومتواصل لجمهورية مصر العربية